هل تدرب أي فرقة من الفرق سواء درجة أولى ممتاز أو دوري درجة أولى عادي؟ والله يا كابتن فيه طبعا حاجات جات لي من الدرجة الثانية اللي هو الممتاز بي وفيه حاجات طبعا في الدوري الممتاز بس طبعا كل حاجة بدرسة يعني كل حاجة بدرسة هالفرقة اللي تحت عندها طموح الصعود عندها إمكانيات الصعود عندها قدرات أنها تجيب لعيبة وتشتري لأن دلوقتي خلي بالك في آخر موسمين الممتاز به بقى الميزانيات بتاعته عالية والمصاريف بتاعته عالية زي ما كنا بنسمع عن فريق يصعد بخمسة مليون وعشر مليون والكلام ده النهاردة فيه فرق بتعمل تلاتين أربعين مليون ميزانية ومش ما بقدرواش يصعده فبالتالي الموضوع ما بقاش سهل يعني بالنسبة للممتاز به حتى على المستوى التدريبي بقى فيه مدربين كبار جدا يشتغلوا في الممتاز به وكذلك بقى دوري ممتاز طبعا بيجيلي حاجات بس لازم طبعا أدرسها واشوفها لأن أوقات بتبقى طموحات الإدارة بتبقى أعلى شوية من الإمكانيات اللي على الأرض بيبقى دي شوية محتاجة توضيح ومحتاجة نقاش يعني تجربتك مع البنك الأهلي في بداية المشوارة كانت معا أنت ما كملتش في البنك الأهلي أنا تقريبا اشتغلت يمكن 15 مباراة كان قبل انتهيت دول أول ب3 مباراة يعني قبل انتهيت دور الأول أنت اللي كنت اختارت اللعيبة أنا اختارت اللعيبة وكنت شارح للإدارة يعني ما قعدت مع الإدارة وتكلمنا على يعني ايه أهدفهم وتكلموا معي أن احنا هدفنا البقاء هدفنا تقديم كرة جميلة طبعا البنك الأهلي كلنا عارفين أنه كان قطاع مصرفي أول فريق يصعد من قطاع المصرفي بالنسبة للدوري الممتاز وكنا ماشيين بخطوات كويسة يعني كنا ماشيين بخطوات نقدر نقول لما تيجي تقرنها بفريق تكون مع فترة إعداد تقريبا عشر تيام فقط لغير لأنه كنا نعرفين طبعا نتيجة الكورونا الدوري الموسم اللي فات ما كان الفاصل ما بينه وبين الدوري اللي قابليه كان تقريبا حوالي شهر وقبل ما كونا الفريق وعملنا فترة إعداد أنا فاكر كانت لا تتعدى لعشر تيام كانت في اسماعيلية و3 مباراة ودية فقط لغير وبعد كده دخلنا على المباراة الرسمية بشكل مكسف جدا فدي كانت عايز أقول يعني أستكمل الكلام في إيه في أن كانت كنت بلعب المباراة الرسمية وكأنها ودية يعني كأن أنا بجهز اللعيبة وبعمل لهم انسجام وبعمل لهم دس اللي درم استحملتش والله عملت نتائج كويسة عملت نتائج كويسة يعني لما تعادل مع الطوب فايف الخمس فرق الكبار عملت معهم كان الأهلي تعادلت معه 0-0 كان المصري تعادلت معه برج العرب 0-0 كان الإسماعيلي تعادلت معه في إسماعيلية 0-0 تعادلت مع السموحة اللي فنش خامس في الدوري تعادلت معه 2-2 في سكندرية تعادلت مع بيرمز اللي هو طلع 3 دوري تعادلت معه 0-0 في ملعبي فاللي أنا عايز أقوله إن كاب داية أنا كنت عامل كنت مقسم الشغل مراحل المرحلة الأولى إن أنا مخسرش وحاول إن أنا أوجد الإنسجام والتقاقل مع اللاعبين ومع بعضهم الكلام دا كله في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك القفزة التانية أو المرحلة التانية إن إحنا نبدأ نبحث عن الألاء هل أنت بتعتبرها تجربة ناجحة بالنسبة لك؟ تجربة ناجحة بالنسبة لي بصة كابتن أي تجربة أي تجربة المدرب بيخشها فيها ريزك لا غير فيها ريزك بتستفيد منها وفيها نجاحات وفيها إخفاقات ما فيش مدرب بيخش تجربة كلها نجاحات أو كلها إخفاقات التجربة فيها نجاحات بالنسبة لي تعلمت حاجات منها وفي نفس الوقت لأن برضو لازم المشاهدين يبقوا عارفين الشغل في النادي الأهلي مختلف شوية عن الشغل بره ده لها سلك عليك ده مهم جدا احنا قفزنا قفزة كبيرة قوي لكن اللي أنا عايز أرجع له تاني هو أن كل تجربة بيبقى فيها نقط مميزات أو نجاحات فيه جبيات وفيه سلبيات المدرب الشاطر هو اللي بياخد السلبيات دي وبيحطها عنده بيكتبها عنده عشان ما يقعش فيها مرة أخرى البنك الآلي يعني فيه طبعا حاجات كويسة عم اتعاملت وفيه أخطاء لكن أنا كنت واخد تجربة من الأرض يعني أنا مكون جهاز طبي ومكون جهاز فني وأوجدت ملعب يعني بص عملت كل حاجة وفروة كل حاجة الدوني النادي يعني إيه أحاول أعمل من بابه أعمل ما كانش فيه ملعب ما كانش فيه جبنا ملعب وملعب تدريب وقوض لبسه وجهاز فني وإداري يعني الموضوع كان كبير وقوض لبسهو ملعب